طبعاً أول شيء إحنا المنطقة الآمنة هي النظافة زين يعني شو حضرتك أنا لا لابس كفوف ولا مخل ماسك أنا هاي اللي افتتني هذه رسالة أنا الآن أقدمها للناس إي إنه أنا لا لابس كفوف ولا مخل ماسك ولكن أكو بس أنت هو يتعقم ديك نعم بضضضض هناك ما يسمى بالغسل الدوري إي أنا كل لحظات أروح أغسر إيدي أعقمها بالكحول طبعاً بالمناسبة القاصر ليس مادة معقمة وإنما مادة مزيلة للجراثم ولكنها لا تعقم ولا تقتل الجرثوم الذي يقتل الجرثوم هو الكحول ولذلك أنا أدعو إلى استخدام الكحول وليس إلى استخدام القاصر القاصر أيضاً مهيج للجهاز التنفسي وقد يكون هنا بأعراض جانبية وقد يكون مسرطاً في بعض الأحيان لذلك أنا أدعو إلى التقنيع إلا في إطلاع الـ WSHO توصي في حالة عدم وجود الكحول استخدام القاصر بنسب بسيطة جداً يعني القاصر ما يقتل الفيروس؟ لا مجرد يزيله وإذاك الصابون أفضل من عنده الصابون أفضل من الـ نعم نحن نعتمد على الإزالة تشوف مسألة الغسل الدوري الغسل بعد استخدام دورات المياه بالضبط الغسل بعد استخدام السطوع زين طبعاً الغسل المدلسة 20 ثانية على الأقل 20 ثانية على الأقل بالصاب بالماء والصابون إذا ماكوا ماء وصابون تعقنها بكحول وتغسل بإيدك بالماء فقط طيب دكور؟ غسل الوجه لأن عندنا إحنا المشكلة ليس فقط الفم وإنما لدينا العينين أيضاً مصدر من مصادر العدوى أو المدخل من داخل العدوى فالغسل الدوري للوجه أيضاً مهم في هذه اللحظة استخدام الكمامات فقط في حالات أنه إذا كان في مكان مزدحم جداً إذا كنت أنت تقوم بتقديم الرعاية الصحية إلى مريض إذا كنت أنت مريض تستخدم هذه الكمامات والكفوف في غير هذه الحالة ماك يداعي المعاقمات الموجودة مثل الديتول مثل يعني باقي أنواع المعاقمات اللي تنتج الآن موجودة بالأشواق هذه نعتمدها تقتل الفيروس أي منها يعني تنصحنا بي أنا أدعو إلى استخدام الكحول أو السبرتو كما يسمى طيب ماكو سبرتو غسل يدين بالماء والصابون وهذه المعاقمات البقية ما راح تأثر ما تأثر هذه مجرد مزيدة يعني حالة حالة الصابون السائل نعم حالة حالة صابون السائل نعم زين هذه